في تقارير غربية رصدتها قناة وان النيوز تتعلق بفترة تسنم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية من عام 2020 وحتى عام 2022 الكاظمي الذي شغل منصب رئيس الحكومة بالعراق وسجله التاريخ ودخل اسمه في الوقائع العراقية حيث كان الشخص الوحيد الذي ناجح بسحب البساط من تحت أقدام الإسلام السياسي الحاكم بمسافة معينة وخلال فترة قياسية وقصيرة بحيث فتح بغداد للعالم العربي والخاليجي وأحرك المياه المتجمدة مع دول العالم وتوضح التقارير أن الكاظمي هو الوحيد الذي سحب البساط من تحت أقدام الثنائية الاستبدادية السياسية والدينية التي تحكم العراق منذ عام 2003 وأعطى أمل للتغيير نحو الدولة المدنية والانفتاح على العالم وهذا هو سر صخاط أحزاب وقادة الإسلام السياسي وشركائهم ضد الكاظمي منذ استلامهم السلطة وحتى الآن